يبقى عندك أنت من أفضل الدول على مستوى المنطقة لديها مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية من أفضل الدول اللي لديها إثاحة في عرض السلع على مستوى الجمهورية ليس هناك قيد أو شرط في تداول السلعة أو أنك تحط حد كمي أو حد سعري في عملية الشراء والبيع فده كله مفتوح فده شيء جيد للغاية في وزن الظروف وفي وسط ظروف اقتصادية صعبة جدا الاقتصاد العالمي عنده هشاشة هناك هشاشة في الاقتصاد العالمي نهارده الفدرال يما يجتمع حيرفع سعر الفايدة مرة أخرى الهوت ماني أو الأموال السخنة بتهرب إلى الناحية الأخرى سعر الفايدة المرتفع في أمريكا خمسة في المئة وصدر وحيتعدى كمان وحيتعدى طبعا وبعد كده ما بص على الدين العالمي كل العالم بقى مديون الدين العالمي وصلنا لأرقام غير مزموك ثلاث أضعاف إجمال الناتج العالمي يعني حضرتك بتتكلم إجمال الناتج العالمي يصل إلى مئة تريليون عشرين مئة واربعة تريليون النهارده حجم الدين الخارجية وصل إلى تلتمية وعشرين تريليون دولار طيب فإذا أنا بطمئن الناس أن الاحتياطي آمن أن الإتاحة مزالت مستمرة وزيادة حجم المعروض في السوق حصل زيادات سعرية تتوافق مع التضخم ومع سعر الصرف تلك عملة بتاعتك انخفضت بنسبة 40% من مارس الماضي في العام المنصرب فبالتالي ده كان كله له أثر أنك لازم تعمل تحركات سعرية مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة امتصت ألمس 80% من الزيادات التي ترأت حول العالم وتم تمرير 20% فقط إلى المواطنين فبالتالي أنا بقول الحمد لله الحمد لله فيما يتعلق بالأمن الغذائي والاحتياطي والإتاحة والتخزين دكتور برهي أنت خرجتوا ليه من اتفاية الحبوب؟ احنا بكل فترة بنعمل تقييم اتفاية الحبوب ديت كانت خاصة بالأقماح وبعد كده امتدت وشملت حبوب وغلال أخرى وهناك الأعضاء في هذا الكيان هم الموردين الكبار والمستوردين الكبار انت بتدفع أتعاب سنوية نظير تواجدك في هذه المنظمات أو هذه الاتفاقية كنت بتستفيد منها إحصائيات وخلاف وبعد تستفيد من الأحصيات من بقت المتاحة إنما الحقيقة أنت دايماً بتمثل عنصر مهم لأنك أنت أكبر مستورد وأكبر مستهلك للأقماح والحبوب في العالم فبالتالي تواجدك مهم جداً جداً في وسط هذه المنظومة بيحصل مجموعة من المفاوضات بعد ما أعلننا أن احنا هنتخارج من الاتفاقية هناك بعض الدول تحدثت أهمية وجود مصر دولة قوية لها وزن كبير على المستوى العالمي خاصة في موضوع التجارة أنت عندك 12% من تجارة العالم بتمر في قناة السويس طيب إضافة أنك أنت سوق كبير 104 مليون مصري إضافة إلى دول أخرى موجودة أو ناس آخرين أشقاء قاعدين على أرضك فأنت بتتكلم تقريباً على سوق 120 مليون فحجم كبير جداً هو أكبر سوق في المنطقة كلها مش كده؟ مش كده بس القوة الشرائية حقيقية وفاعلة كبير